السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الكلمات القليلة يغفر لك ما تقدم من ذنبك نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وما ترك شرا إلا وحذرنا منه في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبك كلمات بسيطة مش هتكلفنا أي حاجة كلمة لؤمة والحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة خب بالك بقى غفر له ما تقدم من ذنبك ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبك الله شفت بحاجات بسيطة جدا والله العظيم السنة مليئة بالكنوز كنوز من السنة بجد فعلا كالت لؤمة بعدما كالت لؤمة والت الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه يعني رزقني هذا الطعام من غير حول مني ولا قوة وإلا فالإنسان والله لو احتال ولو جمع الدنيا كلها على أن يأكل لقمة لم يقدرها الله فلن يأكلها ولو اجتمعت الدنيا كلها على أن تمنع عنه لقمة قدرها الله له فلن تستطيع أن تمنع وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك والأمر غير قابل للتفاوض قال صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف بهذه الكلمات يا أحبابي لبست توب كده الحمد لله الذي كساني هذا ربنا اللي كساني هذا لأنه هو اللي رزقني بالمال اللي اشتريت به وكان ممكن يرزقني بالمال وروح اشتري ولا اوفق إلى ثوب جميل إنما ربنا رزقني بالمال وكمان لما رح تشتري ربنا وفقني لشراء شيء أنتفع به وأتجمل فيه بفضل الله يبقى الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة لما تقول كده عند الطعام ولما تقول كده عند ما تلبس لباسا جديدة أو ثيابا جديدة بفضل الله سبحانه وتعالى يغفر لك ويغفر لك ما تقدم من الذنب بفضل الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته